موسيقى مساء الخير لما قريت قصة النهاردة أول مرة حسيت أن أنا بتفرج على فيلم من بتوع الجريمة الغامضة البطل بيعمل جرايم والبوليس طول الفيلم بيحاول يعرفه مين في الآخر بيطلع المجرم هو الشخص الهادي اللي في حاله اتحول لمجرم بسبب مشاكل وعقد نفسية عاشه وهو صغير ده اللي حسيته وإحنا قاعدين بنذاكر قصتك يا شهاب قصة غريبة جدا والأول مرة بنسمعها هنا في قصة حقيقية بطل قصة حقيقية النهاردة هو شهاب باعت يقول لنا تنمر زميلي وأهلي علي خلوني أعمل حاجات محدش يتخيلها على الانترنت طب إيه الحاجات اللي هو عملها وإيه الحاجات اللي محدش يتخيلها تعالوا بنسمع القصة من الأول ونشوف شهاب باعت يقول لنا إيه اسمي شهاب وعندي 21 سنة وأنا صغير في سنة ستة ابتدائي زميلي بنات كانوا بيتنمروا علي عشان ملامح وشي كانت عاملة زي البنات حسب ما كانوا بيقولوا وكنت من خنقتي بروح أمام المدرسة وأفضل عيط عشان ما حدش يشوفني لما كنت برجع البيت كنت باشتكي لأهلي عشان يجبولي حقي فكانوا بيتريعوا علي ويقولولي أول مرة نشوف بنات هي اللي بتتريع على ولد وتخليها عيط رغم أني كنت بحب المدرسة بس ما كنتش بحب أقرأ ولا أكتب كنت فاشل وأفشل واحد في الفصل مع مرتبة الشرف حاولت كتير أذاكر وأكتهد عشان يكون ليا مستقبل بس للأسف إخوتي ما كانوش بيذكروا لي ووالدي ووالدتي ما كانوش فاضين يسمعوني ويعرفوا إيم دايقني كنت number one في التريع يعني كنت ملتشت البيت والمدرسة لما كان بييجي علي بالليل كنت بخاف يطلع علي الصبح عشان عارف لما روح المدرسة هيتريعوا علي تاني كمان حاولت أتجهل كل ده وأكون في حالي رغم فاشلي ومشاكلي عديت السنة بمجموع حلو بس برضو رغم مجموعي كبير في الابتدائية كنت فاشل في الكمبيوتر ومدرسين بتوعي ما كانوش عايزين يساعدوني في الفهم والشرح ولا كانوا بيجاوبوا على أسئلتي حاولت كتير أفهم لوحدي بس كل ما حاول أفهم كان بيجي في دماغي أرر مع ذلك ما يقستش حاولت واكتهت وذاكرت لحد ما علمت نفسي وفهمت بمعنى لغات البرمجة وعرفت كمان يعني إيه؟ هاكينج أو اختراق عديت أولى وتاني عدادي وجيت في التالتة بقيت زي البطل بلدي حسيت أني ضايع رغم كده عديت في الآخر بمجموع حلو بقولك يا شاب تعال أنا أقف شوي عشان نتكلم معاك في موضوع القصة ده موضوع قصة النهارده اللي هو أنا زعلانة قبل زعلانة أن ممكن ناس مكتر التنمر تنايم واحد بالليل مش عايز يطلع عليه صبح زعلانة أني حاسة بيك جدا وزعلانة أني بشوف حالات كتير جدا كده وهنتكلم النهارده بس مش ملاحظ يا شاب أن أنت الثاني مرة بتقول كنت فاشل بس بعد كده عديت بمجموع حلو بتحبط نفسك ليه؟ طب إزاي؟ كنت بتغيش مثلا في الامتحانات بس لهم بيتنمروا عليك هيخيغششوك ليه؟ طب عملت إيه؟ عشان تنجح بمجموع كبير رغم أن أنت عمال توصف نفسك وتقول أنا فاشل غلط بس تعلو نكمل بعد ما دخلت سنوية عامة كنت أفشل واحد في الفصل كان كل زميلي بيكرهوني وبيعملوا فيي مقالب وبيترياؤوا علي كنت لما بروح البيت بفضل عيط بدأي أني أموت واخواتي كانوا بيترياؤوا علي لما بقولهم على اللي بيحصل في المدرسة مدرسين بتوعي كانوا بيعملوني زي المسخ بس كنت بقول لنفسي خليك هادي العنف مش هيغير حاجة وكنت بسكت وبستحمل لحد ما عديت أولى وتانية وتالتة سنوية وجبت مجموعة ودخلت كلية حاسبات ومعلومات بدأت أطبق اللي تعلمته في الكمبيوتر والإنترنت في السنين اللي فاتت كنت بدخل على أي موقع مدفوع أخد بيانات الفيزا كارد المدفوعة عملت حاجات كتير ما حدش أتخيله مع أني كنت أتفه جدا جدا بكل فخر يعني كنت بعمل هاكينج أو بهاك بخترق موقع عالمي عشان أشحن لعبة بوب جي كنت بشحن ألعب لصحابي لحد ما حسيت بالتفاهة وقلت إنه لأنا بعمله ده مالوش نتيجة فقررت أنقل نشاطي وألعب على كبير بدأت أقفل المواقع الإباحية والمسونية على الأقل أبقى استغلت شطرتي في حاجة مفيدة وبتحارب الشر أقفلت أكتر من مئة موقع إباحي مواقع مسونية كتير تغلط في الإسلام ورسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولما صحابي عرفوا ضربوني ورموني في النيل من على كوبري اكتوبر وجالي ارتجاج في المخ وده كله عشان بيتفرجوا على المواقع الإباحية اللي أنا قفلتها لهم وأنا مقتنع أني ما عملتش حاجة غلط بغض النظر عن صحة كلامك إنه صح أو غلط يا شهاد بس أي حد بيبعت لنا هنا أنا بصدق وحبيبي لأنه بصراحة مش متأكدة إذا كنت فعلا عملت كده وراء لا بس خلينا أسألك هل فعلا لو في مواقع أو مثلا ناس بتكتب بوست ضد الدين أو الأخلاق طب إحنا من حقنا إن إحنا نحرابها بأدينا أو نديل نفسنا السلطة إن إحنا نقفلها يعني أنا همشي معاك للآخر بس هل ده يعني ممكن نعتبره خير؟ تعالوا نكمل الكل يا سالي قعدوا يلموني على اللي عملتوا بس أنا مقتنع إني ما عملتش حاجة غلط لأن المواقع دي بتسمى معقول الشباب وبعض أصحاب المواقع دي بيدوروا علي عاملين بوست على الفيسبوك عشان لو حد يعرف يرشد عني بابا وماما كل شوية للموني ويعزبوني لدرجة إني فكرت كتير أنت حر بس بقولي نفسي يعني استحملت كل ده وفي الآخر تموت كافر لحد ما الموضوع اتطور معي وفكرت أدخل الديب ويب وفعلا عرفت أدخله قفلت مواقع كتير لبيع الجسس والأسلحة والأعضاء ومجرمين من الديب ويب من أصحاب المواقع اللي قفلتها عارفوا يوصلوا لي حاولوا يقتلوني أكتر من مرة أنا عارف أني عملت جريمة وعقوبتها 15 سنة سجن بس مقتنعني صح أنا كنت بتعذب لمدة 20 سنة فكرت أنتحر مليون مرة في اليوم ياريت تزيعوا معاناتي وأي حد يفهمني اللي عملته ده صح ولا غلط قولوا لي أنا شجاع ولا جبان أنا جاني ولا ضحية هو أنا ممكن أقول لكم حاجة ويمكن الكرو ما يعرفهش يعني أنا هقولها دلوقتي أنه بس مثلا ممكن اتنين مكرول يعرفوها أنا مصدقتش لما شفت القصة دي غير لما شفتها بعناية مبعوطة على الواتساب أنا فضلت أعدم تناحة مزهولة مش مصدقة أن دي قصة حقيقية جيلنا هنا في قصة حقيقية لأن إحنا قدام مصيبة مش أنا جاني ولا ضحية سؤال بيسأله في نهاية حكايته أو نهاية قصته إحنا قدام مصيبة لو اللي بيقوله ده حقيقي تبقى مصيبة ولو اللي بيقوله مش حقيقي تبقى مصيبة بينزل يروح المدرسة عادي بينزل يتعامل مع الناس في الشارع في الآخر بنسمع عن سفحين بس كانوا مرضى نفسيين لأ محتاجين لتكلم كتير قوي